بص بقى احنا خلينا نبدأ عشان احنا النهاردة عندنا مطش وأكيد مطش مهم جدا ونبدأ كلامنا بالمباراة بتاعة كاس مصر وأكيد زي ما احنا عارفين وكلام مش محتاج ان احنا نوضح النادي الاهلي وضعه الطبيعي ان هو بيشارك في كل البطلات والكلام اللي زي كده بنتكلم محليا أو قريا ده مصرنا أو ده احنا على فكرة احنا برضو لما بنشارك وإحنا كلنا عارفين ده احنا بنشارك من أجل الفوز مفيش جدال في ده والتاريخ هو اللي بيثبت هذا الكلام عشان كده احنا الفريق الأكثر تتويجا بلغة الأرقام بقى في كل البطلات المحلية والقرية واعتقد ده من الطبيعي جدا ان احنا نكون المرشح الأهم للمنافسة على بطولة كاس مصر اللي هتبدأ بإذن الله يعني النهاردة وحنبدأ فيها النهاردة مباراة المقصة ده في دور ثمن النهائي مباراة في غاية الأهمية زي ما كنت بقول لحضراتكم بس خلينا نتكلم شوي عن مجلس الإدارة كده مبدئيا مجلس إدارة النادي الأهلي كان يعني واخد قرار واعتقد ناس كتيرة جدا استحسنت هذا القرار وقالت قرار في محله لان انت ما يفعش تبقى لما بتتظلم بالناس بتيجي عليك مرة واثنين وثلاثة وانت قاعد ساكت متوقع ان حقك هيجي لا لازم في بعض الأحيان تاخد بعض الخطوات والخطوات دي كانت بانسحاب أو قرار الانسحاب من المسابقات اللي بينظمها اتحاد الكرة زي طبعا كاس مصر والسوبر المصري وده كان يعني تاني رد فعل طبيعي جدا للي حصل فيه مباريات المقولون وفرقه والتعالنة التحكيمي المبالغ فيه عارف يبقى ممكن تعالنة التحكيمي نعديه بس ده مبالغ فيه يا جماعة وفي اللي مش عارف عديه مش قادر فطبعا ضد النادي الاهلي شيء بقى مضحك في الفترة الاخيرة وخلانا بالتالي نفقد نقاط مهمة جدا الموسم ده للأسف الشديد حاجة يعني كانت مش طبعية بصراحة النادي الاهلي طلب او طلباته كانت منطقية جدا زي ما حضرتك وتابعت وكان ابرزها عقالة لجنة الحكام وابعاة الحكم محمود عشور عن ادارة مباريات الفريق تاني وطلبات مشروعة ولازم النادي الاهلي ككيان بيدم تاريخ وبيضم اسماء عظيمة وبيضم بطولات وميدليات وكؤوس ودروع وجماهير محترمة انه هو كان لازم ياخد خطوات زي ما حضرتك شفتوها ده امر بديه جدا فالمتوقع او اللي شايف ان ده غريب هو حر دي تبقى تحليلاته الشخصية يمكن هو واخد ان هو يسكت لما يتزلم لكن احنا اكيد لا لان احنا كيان كبير احنا نجل ندافع عن شخص احنا ندافع عن بعض ندافع عن كيان فانا بساند جدا القرارات دي واعتقد كلنا كاهلوية ومش بس اهلوية بالمناسبة كريم ناس كتير جدا وتساند هذه القرارات حتى الناس اللي لا لسا لها انتباع اصلا بالنوادي المحلية المصرية يعني فيه ناس ملهاش علاقة خالص ناس مش مصريين بس بيسندوا المنطق في بعض الاحيان بيبقى فيه حاجة ما مسندت المنطق تسمح لي بس قبل ما نروح اقول التاريخ يعني كده بلغة الارقام الاهلي والمقصة تواجهوا 22 مرة الاهلي فاسف 17 المقصة في واحد وتعادلوا في اربعة ده برضو علشان حضراتكم تبقوا عارفين والحقيقة يعني الموقف اللي حصل ده النادي الاهلي مش بس بيسجل من خلاله موقف لانه هو متعرض بقاله فترة طويلة للظلم واللتعسف الى اخيره والحقيقة المنطق اللي غايب ده خلى النادي الاهلي يبقى مصر كمان على فكرة انه يحافظ على حقوقه لانه هو من خلال حفاظه على حقوقه هو يحافظ على الشكل العام حتى لكرة القدم المصرية لان النوع وكواليتي المشاكل اللي كانت حصلة الفترة اللي فاتت تسيء للمنظومة كاملة بالزبط يعني حقيقي ويخلي وضعنا وإحنا طول عمرنا وضعنا زي الفل يعني عربيا وإفريقيا حاجة ما ينفعش المفهود يكون يعني لا مساس بوضع كرة القدم المصرية لكن لما يكون بأيدينا بنخرب ومندمر وبنشوه الصورة اللي طول عمرها جميلة مش عارفين ده في مصلحة مين الحقيقة فبطبيعة الحال النادي الأهلي كان بيحافظ على حقوق كرة القدم المصرية وبيحافظ على مبدأ إحقاق الحق واللي بالمناسبة الفار كان المفروض أنه يبقى يعني استجد في حياتنا الكروية عشان يدي لكل زي حق الحقه المفروض أنه ده يكون الوسيلة الوحيدة المشروعة لإثبات الحق مش لتضييع الحق